اهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين وانا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي بعد ما يقرب من عشرة أشهر على اجراء ما يسمى بالانتخابات المبكرة الآن وبعد خلافات وصراعات ومشاكل كبيرة وانكشاف ضعف وخواء العملية السياسية وعدم قدرة هؤلاء الذين يسمون نفسهم قيادات العراق من أحزاب وقوى وإشياد كل هذه بعد كل هذه الفترة عشرة أشهر وإذا بهم يختارون مرشحا لرئاسة الوزراء هو محمد الشياع السوداني طبعا واحد من قيادات حزب الدعوة واحد من أعضاء حزب الدعوة المهمين من عام 2003 إلى حد الآن الكالثة أنه هذا نسخة ثانية من المالكي نسخة معبرة عن حزب الدعوة نسخة معبرة عن الفشل وعدم قدرة العملية السياسية بكل أحزابها وقواها وبكل انتماءاتها عن تقديم شخصية واحدة وقلناها ونقولها أكثر من مرة منذ عام 2003 لحد الله لم يستطول أن يقدموا شخصية واحدة ممكن أن تقنع العراقين حتى ولو بالكذب بأنها شخصية محترمة يمكن الاستماع عليها طوال هذه السنوات كل الشخصيات التي قدموها والتي تبوأت المناصب وفي مقدمتها وانصب رئيس الوزراء كانت شخصيات رثة شخصيات طائفية مملوئة كذب ومملوئة فشل ومملوئة حقد وانصياع وعمالها للآخرين هذا واقع الحال ولا ما كان وصل العراق إلى هذا المستوى أخيراً مثل ما قلنا رشحوا أو قدموا مرشحهم محمد الشيعة السوداني طبعاً قالوا أنه هناك لجنة ثلاثية من قيسة الخزعلي يمكن هذه العامري ومعرف منه هذه اللي قدمت هذا الشخص وقيسة الخزعلي طلع قال أنه قال الإيرانيون قالوا لهم قالوا الإطار التنسيقي أنه مع ما يتفق عليه الإطار التنسيقي وإذن هذا محمد الشيعة السوداني حصل على موافقة إيران ضهران في ترشيحها لرئاسة الوزراء إذن هو مرشح إيران لهذا المنصب عدل عبد المهدي هذه الشخصية الفاشلة الشخصية التي دمرت العراق الشخصية الهزيلة قال اختيار محمد الشيعة السوداني رئيس الوزراء هو اختيار موفق جداً بسبب كفاءته ونزاهته الله هو أكبر وأنت أيضاً كنت كفوه ونزيه في فترة حكمك والدماء التي سالت والناس اللي انقتلت والخراب والدمار ورهن إيرادة العراق والميليشيات وسيطرتها وتغولها أحدهم من يعتبر نفسه ممثلاً للسنة في العراق في العملية السياسية واحد من الشخصيات التي دفعت لحكم العراق أو السيطرة على العراق في هذا الزمن الشاذ الحقيقي أحدهم قال أن هذا الشخص لا ينتمي إلى أجواء الشحن والاستفزاس ولا يحمل جنسية أجنبية وهو مطالب المتظاهرين أي متظاهرين؟ ثوار تشترين خرجه وحمله صورته كان مرشح أيضاً في وقته قبل الكاظمي وداسوا على صورته بالأقدام وقالوا أنه هذا واحد فاسد ومخرب ومدمر وقاتل وعموماً هذا الرجل تبوأ مناصب كثيرة طبال هذه الفترة تبوأ وزارات بالوكالة كثيرة وأهم شيء هو تبوأ وزارة حقوق الإنسان في زمن المالكي من عام 2010 إلى غاية عام 2014 هذه السنوات هو كان وزيراً لحقوق الإنسان وبهذه الفترة في عام 2011 أصدرت تقريراً تحدث به عن السجون السرية والتعذيب ومراكز التعذيب في العراق وإذا واتهمت المالكي بأنه يرعى هذه السجون السرية وهو من أقامها وأنشأها وكان واحد من السجون السرية تحت مقرة في المنطقة الخضراء وإذا بهذا الحمد الشيع السوداني ووزير حقوق الإنسان يتصدر المشهد ويدافع عن حكومة المالكة ويدافع عن المالكي بشكل استقتال ومع كل المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان يصدر بيانات ويعقد مؤتمرات صحفية يدافع أنه لا يوجد هذه القضية ونحن نوع حقوق الإنسان ودفاع مستميت عن المالكي ويقدم دفوعاته وكلها مكذوبة طبعاً إلى المنظمات الأممية بشأن جهد المالكي الحكومي في مجال حقوق الإنسان وتلك الفترة لكل الناس أذكرها كانت فترة من أسوأ الفترات الناس تعتقل وما زالت الناس تعتقل لا شيء وتختفي من الشوارع ويعذبون طبعاً هذه الأربع السلامات اللي كان بيها محمد الشيع السوداني وزيراً لحقوق الإنسان يعني واحد من عنوين حزب الدعوة البارزة في ابتزاز العراقيين في الخوف في دمائهم في عذاباتهم في تعذيبهم في خراب خراب العراق يعني ثمان سنوات كانت متهم المالكي فيها بتبديد أكثر من 350 مليار دولار وملايين العراقيين هاجروا من العراق في تلك السنوات من عام 2010 يعني من عام هو تولى المالكي من عام 2006 لغاية عام 2010 يعني حقبتين أربع سنوات بأربع سنوات من ستة إلى عشرة ومن عشرة إلى أربعة عشرة أربع سنوات ومن ثمان سنوات المالكي كان رئيساً الوزراء هذه السنوات شهدت أكبر موجة من الهجرة العراقية هجرة الكفاءات وتعرضوا الكثير للاختفاء والمقابر الجماعية كان هذا وزير لحقوق الإنسان وهو مقرب من المالكي وهو أحد أذرعه المهمة يعني دعك من هذه اللعبة أن أطلع من حزب الدعوة ومعرف شنو يدافع عنه كلهم يتحدثون عن الديمقراطية والحرية وانتقدون الحكومة لكن في واقع الحال هم أساس الخراب وأساس الدمار من ينتقد هذه الحكومة ينتقد العملية السياسية من ينتقد الوضع الطائفي يجب أن لا يكون جزءاً منهم وهذا جزء من عندهم ذلك يعني ظهرت خلال الأيام الماضية مظاهرات كثيرة ترفض هذا وتشقق صورة وتدوسوها بالأقدام وبالتالي هذه الشخصيات التي لديهم ربما سيعودون إلى ترشيح الإعبادي حيدر العبادي مرة أخرى أو شخصية من هذه الشخصيات الهزيلة التي حكمت العراق أو العيداني أو البصرة أو غيرها وبالتالي هذه الشخصيات ليس لديهم غيرها هذه الشخصيات هي الشخصيات المعيبة التي خاضت في دماء العراقين وسلبتهم حريتهم واستقلالهم وسيادة بلدهم ورهنة إرادة العراقين للأجنبي هذا واقع الحالة وبالتالي العملية السياسية غير قادرة أن تقدم شيء للعراقيين هذه المحاولات محاولات للشراء زمن جديد لكي يستطيعوا يلملموا البيت بيت العملية السياسية وينقذوها من سقوطها لكن لا يمكن وتسريبات أحاديث المالكة التي ظهرت خلال هذه الفترة فضحت أي ضحالة هؤلاء الذين يحكمون العراق أي ضحالة هم عليها أي فكر مخرب وميليشياء وعصابات تحكم العراق طوال هذه العشرين سنة وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستولعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة